في هذه الأثناء طبعا يتقدم رئيس أركان طبعا الجيش الوطني الشعبي سعيد شنغريحا إلى الناحية أو في الناحية العسكرية الثانية الأولى نعم بزيارة ميدانية في هذه الأثناء إذن أو هذه الصور تأتينا إذن السيد الفريق أول السعيد شنغريحا رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يعقد إذن اجتماع عمل مع إطارات ومستخدمية الصحة العسكرية على مستوى المدرسة الوطنية للصحة العسكرية الناحية العسكرية الأولى أين أشرف السيد الفريق الأول سعيد شنغريحا رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي هذا اليوم الاثنين على اجتماع عملنا للقيادة العليا للجيش الوطني الشعبي كما ان ما تحقق ميدانيا او ما هو في طريق التجسيد من انجازات كبرى ومتعددة في قطاع الصحة العسكرية وعلى جميع الاسعدة يمثل احدى الشواهد الحية والاكيدة على المجهودات المتواصلة مبدولة من قبل القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي في ذل الدعم المتواصل للسيد رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني وطبعا السيد الفريق اول اكد بذات المناسبة انه من المنطلق الوعي باهمية الرعاية الطبية والتكفل الصحيب المستخدمين فانه تم توفير كافة الامكانات المادية الضرورية لفائدته هذا القطع الهام سوى في المجال المنشآتي والتجهيزي او في المجال التكويني والتأهيلي فمن المنطلق الوعي باهمية الرعاية الطبية والتكفل الصحي بمستخدم الجيش الوطني الشعبي وذويهم واثرهما الواضح في تحسين ادائهم لم نبخل في توفير كافة الامكانيات المادية الضرورية لفائدة هذا القطاع الهام سواء في مجال المنشآتي والتجهيزي او في المجال التكويني والتأهيل المتعلق بالاسلاك الطبية في مختلف تخصصاتها وفي هذا الصدد بالذات تندرج المشاريع المنشآتي الهامة المتواجدة حاليا قيد الانجاز على غرار المستشفى العسكري باستوالي او المستشفى العسكري الام والطفل ببني مسوس او المستشفيات الجهوية او تلك المتعلقة بالاسناد الصحي المبرمجة على مستوى النواحي العسكري السيد الفريق اول حث كافة المسؤولين المعنيين على بذل المزيد من الجهود من اجل الارتقاء اكثر فاكثر بنوعية التكفر الصحيب المستخدمين ليبلغ المستوى المنشود في ذات السياق وبهدف تمكين هذا القطاع الحساس من تأدية مهامه على احسن وجه يتوجب على كافة المسؤولين المعنيين ببذل المزيد من الجهود من اجل الارتقاء اكثر فاكثر بنوعية التكفر الصحي بالمستخدمين العسكريين الى المستوى المنشود لا سيما من خلال الصهر على التكوين عنصر بشري كفر كفيل بتقديم رعاية صحية نوعية تكون في مستوى تطلعات المستخدمين وتتوافق تماما مع الارادة العازمة التي تحدون في سبيل تطور ورقي الجيش الوطني الشابي فمقياس الكفاءة ومعيار القدرة هما منارة الطريق الأسوب الذي نسلكه دون سواه نحو تثبيت نهج تحفيز الطاقات البشرية وتثمين خبراتها الغنية والمتراكمة وتشجيعهما على مواصلة بذل المزيد من الجهدود على درب خدمة جيشنا الباسل الذي يتجه دائما وبعزم نحو الاستفادة أكثر فأكثر من تجارب واحترافية ومهارة إطاراته في كافة مواقع عمله بغية اكتساب المزيد من القوة وتثبيت معالم النجاعة القتالية وفي الختام أزدى السيد فريق أول جملة من التوجهات تتعلق على وجه الخصوص بضرورة تكفل الأمثل بالمرضى والمصابي لسيما الجرح والمعطبين فضلا عن السهر على الصيانة الدورية للتجهيزات الطبية المتطورة التي تحوز عليها المشآت الصحية العسكرية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر